اشتركوا في القناة وكان لأداء حق شكره بصرف نعمه فيما أحب وفيما خلقت لأجله فعندنا نعم الساعات والأنفاس وشكر كل نفس وساعة بصرفه فيما خلقنا لأجله وعندنا نعم الأعين ونعم الأسماع ونعم الألسن ونعم الأعضاء وعندنا النعم الباطنة قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وكل عاقل يرى نفسه محاطا بصنوف وضروب وأنواع من النعم منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك ويعلم أنه غارق في نعم المنعم عليه من كل جانب وأنه لا بد أن يكون له في مقابلة هذه النعمة بواجب يقوم به يكون كالشكر ثم إن هذا الشكر الذي منه أن تجري ألفاظ الثناء على الله باللسان لكن مع اعتقاد الجنان وعمل الأركان كما ذكر لنا في تعريف الشكر في اللغة وقال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا قال بأثر النعم لما شعرت بها منكم فصارت يدي كناية عن جوارح كله وأعضائه وأعماله منصرف إلى الاعتراف بإنعامكم بالانقياد لطاعتكم ولساني بالثناء عليكم والمدح لكم والضمير المحجبا بافتغاري إليكم واستشعاري عظيم فضلكم علي ولكن أشار إلى تحقيق معنى الشكر في الإصطلاح بصرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما خلق لأجله وهذا المقام الذي سمعتم الإشارة إليه في القرآن بقول ربكم وقليل من عبادي الشكور الشكور وقليل من عبادي الشكور فلنترق أبواب الشكر ولنعلم ثمن الدعاء وعظمة الدعاء الذي علمه النبي لسيدنا معاذ قال يا معاذ إني أحبك فلا تترك أن تقول في دبري كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسني عبادتك ترجمة نانسي قنقر